السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم أعزائي الطلبة في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بحل صفحة 63 و 64 من درسنا حين لا تضيع المرؤة أو حتى لا تضيع المرؤة نفتح الكتاب صفحة 63 ونقوم بحل التدريبات طبعا عندي هون ألفظ كل من الكلمات هذا اللفظها تنتبه إلى لفظها تلفظوها جيدا تدرب على لفظها هون عندي منتبها إلى الكلمة التي فيها ألف لا ألف تنطق ولا تكتب مثل لكن هذا طبعا هو لكنه وهذا فقط يوجد فيها ألف تنطق ولا تكتب نحط عليهم خط وننتبه أن هذول كلمات فيها ألف تكتب ولا تنطق هيا نرجع المعاني نختار المعنى يغيث ما معنى يغيث يساعد القيض الحر وتكتم تكتم تخفي تكتم معناها تخفي عندي هون التمرين الثاني ضع دائرة حول الكلمة المخالفة عندي كلمات سهل جدا نفس رح يكون نفس المعنى قريب منهم نفس المعنى في كلمة منهم مخالفة الجواد الحصان الفرس الغزال أين الكلمة المخالفة تبعون الجواد نفسه هو لقب للحصان والحصان نفسه الفرس برضو أيضا نحكي عنه الفرس إذن الغزال هو الحيوان الغير باختلف عنهم أخذ نجعل الأمثلة التي تحتها أخذ منح أعط وهب أين الكلمة المختلفة أخذ أنا باخذ منك منح أنا بعطيك أعط العطاء وهب أيضا العطاء إذن أي المعنى المختلف أو الكلمة المخالفة اللي هي أخذ إذن عندي حل هذا التمرين الغزال وأخذ ننتقل للسؤال الثالث دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة معنى بادية طريق الظاهر الطريق الظاهرة ولا الأرض في الصحراء ولا القرية المشهورة تحدثنا عنها سابقا هي الأرض في الصحراء تملكه الحياء ماذا نعني بتملكه الحياء أي شعر في الحياء شعر بالحياء إنه خجل طبعا يكون عندي حل هذا التمرين وهذه الصفحة 63 الآن سننتقل لحال تمارين صفحة 64 هيا بنا يا أبطال لننتقل لحال الثمارين عندي بهذه الصفحة تمرين الرابع وخامس ومن الآن الفهم والاستعاب رح يكون عندكم واجب تمرين الرابع إيش طالب مني بدي أكتب مقابل كل تركيب مما يأتي معناه من الشكل هون أيضا المعنى تمكن منه تحدثنا عنه بالحساس القادم الصابق عفوا تمكن منه لي قدر عليه تمكن استطاع قدر عليه عدا به ماذا قلنا عدا به عدا به أي رقض به ورقله أي عطف عليه طبعا هاي بتكتبوا أنتو المعنى جنبها لو وصلتم هي المعنى بتكتبوا جنبها حتى بالامتحان حتى بالامتحان تكونوا خلاص تحفظين كل معنى معنى معمود الثاني طيب سؤال الخامس طالب مني من النعود إلى درس القراءة وأبحث في الفقرة الثالثة يعني الفقرة الأخيرة عن كلمة بمعنى ما تحته خطف العبارة لم يرضى الرجل أن يكون سببا في ضياع محاسن الأخلاق أنا الكلمة اللي يريبة بمعنى محاسن الأخلاق هي ايش اللي يعني ما درسنا أكيد هي المرؤة النخوة والمرؤة كان محاسن الأخلاق أنه أحسن المرؤة اللي كان عنه معناها النخوة محاسن الأخلاق أنه يتتصف بأخلاق حميدة حسن طبعا أني الفهم والاستيعاب واجب كما عودناكم بتحلوهم بعد ما تحلوهم بتتأكدوا من إجابتهم لا رح أعرض لكم الإجابة طبعا هي حل الفهم والاستيعاب بعد ما تحلوها بتتأكدوا أنه هذا صحيح أنتم بتصحيحه بتكتولي أنه تم حل الفهم والاستيعاب أي سؤال أي استفسار بعتولي على المنصة ويعطيكم العافية يا رابع موفقين إن شاء الله إلى اللقاء